اشتركوا في القناة سيني أب فتظهر لنا أكاونت سيني أب نضغط على أكاونت تايب برسونل البلد تضغط على بلدك أرجيريا الحساب تفتحه بالأورو أو العملة التي تريدها مثلا أنا أريد أفتحه بالأورو أضغط على أورو اللغة التي تريدها الإنجليزية أنا أضغط تضغط هنا اسمك اللغة العنوان تضغط هنا المدينة والرمز البريدي وهنا تدخل رقم هاتفك ثم تضغط على continue to set up to الآن تضغط إيميلك هنا تدخل الإيميل تضغط تاريخ الإزدياد ثم الشهر ثم السنة تدخل الباسورد ثم تعيد إدخال الباسورد تضغط هنا كما مكتوب على الصورة وتضغط أيضا أنك قرأت وفقتها على الشروط ثم accept and create account بعد ذلك يقومون بإرسال إليك رسالة إلى الإيميل تخبرك بتفعيل الحساب تضغط عليها فيفعل الحساب أنا مسجل فيه سابقا يعني لا أعيد التسجيل في البنك وعند التسجيل كما تشاهدون يكون الحساب هكذا سأدخل الحساب كما تشاهدون وهذا هو حسابي في أسكريل كما تشاهدون هذه معاملتي التي تعاملت بها يعني الزائد اشتريت الدولار والناقص تم إنقاس دولار من حسابي كما تشاهدون وهذه الماستر كارد الذي أخبرتكم عنها عند الضغط عليها تأتي فوربيدن أي ممنوع للجزائريين وبلدان الدول الإفريقية يعني مسموحة فقط للأوروبيين يمكنك أيضا كما أخبرتكم ربط حسابك البنكي أو بطاقة ماستر كارد أخرى مثلا أنا رابط بطاقتين لماستر كارد يمكنك ربطها مع الحساب يمكنك أيضا إضافة بنك بنك حقيقي يعني ربطه وإدخال الدولار من البنك يعني تفتح بنك مثلا في RGB Bank بنك الخليج يمكنك فتح حسابي وإدخال الأموال بالدولار وربط البطاقة وربط سكريل بالبنك وعند إضافة الأموال تضاف أوتوماتيكيا إلى الحساب وبإمكانك من خلالها الشراء عبر الأنترل هذا الدرس البسيط في كيفية التسجيل